بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضع مخترحة في الرياضيات لبكالوريا 2017 رقم 6 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دلة رائعة وشاملة حيث قال 1 روماني G هي الدلة المعرفة على R كما يلي G لX92-XCX قال واحد قال أدرس تغيرات الدلة G ثم شكل جدول تغيراتها قال ثانيا قال بين أن المعادلة G لX تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا على R يعني مباراة قيمة وسطة ثم تحقق أن هذا ألفا محصول ما بين 08 و 09 ثالثا قال عين حسب قيم X إشارة العبارة G لX ثاني روماني قال F هي الدلة المعرفة على R كما يلي F لX92-XZ2 على CXZ2 CF تمثيلها البيانة في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس OEG قال وحدة الطول هي 2 سنتيمتر هذه لا ننسىها في الرسم قال بين أن Limit F لX لما X يول إلى Z190 ثم فسر نتيجة هندسيا ثم قال ألف أحسب كذلك Limit F لX لما X يول إلى ناقص مع نهاية قال بين أن المستقيم دالتا ذا المعادلة Y'XZ1 مستقيم مقارب للمنحنة CF ثالثا قال أدرس وضعية CF بالنسبة إلى كل من دالتا فتحة لهذا دالتا فتحة ودالتا حيث الدالتا هو المستقيم ذا المعادلة Y'XZ2 وهو المنصف الأول رابعا قال ألف بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي X فإن F فتحة لX يساوي لنا 2 في جيل X على أسية XZ2 لكل مربع ثم استنتجي اتجاه تغير دالة F قال بيّن أن F لألفا يساوي لنا ألفا نأتي إلى عبارة هذه ونعوذ هنا كليا بألفا يجب علينا أن نجد ألفا لكن ننتبه جيدا كيف يمكن التخلص من بعض الأشياء ثم قال شكل جدول تغيرات الدالة F قال أرسم دالتا ودالتا فتحة وCF سادسا قال ناقش بيّن حسب قيم الوسيق الحقيقي عدد حلول المعادلة F لX تساوي F لأمن قال عدد حلول لم يقل إشارتها ثالثا روماني قال أولي أن هي المتتارية العددية المعرفة على أن يعني على أعداد طبيعية كما يري U0 يساوي هذا الصفر ومن أجل كل عدد طبيعي N فإن U1 زائد وعيد ساوي F لألفا وكأنما هنا جاء في كل مكان من X وضع U1 قال برهم بالتلاجع أنه من أجل كل عدد طبيعي N أن U1 محصول ما بين الصفر والألفا يعني أكبر أو يساوي صفر وأقل تمام من ألفا ثانيا قال باستعمال دالتا لهذا المنصف الأول قال وCF مثل على محور الفواسل الحدود U0 U1 U2 ثم خم من ابتجاه تغير المتتارية UAN ثالثا قال برهم أن المتتارية UAN متقاربة ثم أحسب نهايتها إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن لننطلق على بركة الله في الجزء الأول حيث قال G هي الدالة المعرفة على R كما يلي إلى الزائد من النهاية بالعبارة التالية اللي هي جي لإكس تساوي لنا إثناني ناقص إكس أسية إكس السؤال قال أدرس تغيرات الدالة G إذن أولا ننطلق بالنهايات أبنائي النهايات ماذا نقول نقول إذن عندنا دي جي يساوي من ناقص مالا نهاية إلى غاية تزايد مالا نهاية ننطلق في النهايات إذن لميت لاحظوا الإكس يأول إلى الناقص مالا نهاية إثناني ناقص إكس أسية الإكس لاحظوا عندنا نهاية مشهورة في التزايد المقارن أبنائي درستمها اللي هي لميت إكس قوة آن في أسية الإكس هكذا لما الإكس يأول إلى الناقص مالا نهاية تساوي نهاية مشهورة تساوي السفر إذن ما معناه معناه تساوي لنا هذه كم تصبح أبنائي تصبح تساوي السفر طيب قل لهذا القانون معناه النهاية النهاية تساوي لنا إثنان بهذه البساطة لأن هذه تشبه هذه أبنائي التي أريكم إياها هنا تفسير بياني اللي هو إيجراغ يساوي إثنان مستقيم مقاربك فهو أفقي لهذه النهاية الآن نأتي عند الزائد مالا نهاية نقول لميت إثنان ناقص إكس قوة سية الإكس هكذا أبنائي لما الإكس يأول إلى الزائد مالا نهاية هنا لو نلاحظ جيدا عندنا هذه كم تصبح ركزوا هذه معناه زائد مالا نهاية قوة سية الزائد مالا المشهورة وهي الزائد مالا نهاية بينهم ماذا؟ بينهم في أنا أعطيكم زائد مالا نهاية والناقص هذا الذي بالخارج يعطي لكم ناقص مالا نهاية بعيد هذه إذا لميت لاحظوا إكس لما الإكس يأول إلى الزائد مالا نهاية مشهورة تعطيكم زائد مالا نهاية وعندنا ليميت لسية الإكس لما الإكس يأول إلى الزائد مالا نهاية تصبح جداء دلة يساوي جداء نهايتين إذا تصبح لنا مالا نهاية في مالا نهاية في مالا نهاية تعطيكم زائد مالا نهاية والنقص الذي سبقت به أعطيت لنا نقص مالا نهاية مع الاثنان الاثنان لا يحدث لنا شيئا مع هذه القيم العظيمة الآن التفسير البياني أنه لا يوجد مستقيم مقارب أفقي الآن بعدما قمنا بحساب النهاية سوف نأتي الآن إلى شيء آخر وهو المشتقة المشتقة اللي هي أبناء جي فتحة لإكس عندنا الدلة عبارتها مشهورة ها هي عبارة لاحظوا الآن إلا أنه هنا نحذر تصبح جي فتحة لإكس يساوي مشتقة الثنان هو عدد يعني صفر ناقص يبقى لنا هنا الإشكال في مشتقة هذه العبارة أبنائي هنا عليكم بالحذر لأنها في الأصل هي جداء دلتين هذه هي جداء دلتين ها هي ال-U وها هي ال-V مشتقة U في V لأن بينهم في يساوي مشتقة U في ال-V زائد مشتقة V في ال-E هذا هو القانون هنا قلت هو ال-E تعالوا نطبق رمز الاشتقاغية تصبح ماذا تصبح مشتقة الأول اللي هو واحد في الثاني اللي هو أسية لا في الثاني ليس في مشتقة لا لا قلت مشتقة أول في الثاني إذا ركزوا إذا قلنا مشتقل أول اللي هو مشتقل X هو الواحد في الثاني زائد مشتقل أسية ما هو هو نفسه الأسية في الأول هكذا لاحظوا ما معنى معنى نتجة أنها تساوي لنا لاحظوا تساوي لنا أسية X زائد X أسية X ها هي القانون الآن ما علينا إلا الإكمال بالحساب النقطة بنقطة أبنائي نتابع تصبح G فتحة لX يساب لاحظوا أبنائي ندخل الناقص حتى الأمور تتضحي لكم تصبح ناقص أسية X ناقص X أسية X تعالوا الآن أبنائي نستخرج العام المشترك يعني أريد أن أوضح لكم كل شيء نستخرج أسية X من هنا وأسية X من هنا كعامل مشترك مثلا نضحها هنا ماذا تصبح تصبح كذا G فتحة لX تساوي هنا لما تخيلها نقوم بهذه العملية كأنما نزعت من هنا ماذا بقي لنا أكيد بقي لنا واحد إذن يبقى لنا هنا ناقص واحد ثم عندنا هنا ناقص نضع هنا ناقص الآن كذلك نأتي مثلا لننزع هذا كم يبقى لنا أبنائي أكيد يبقى لنا ناقص X من هو الذي استخرجنا عن المشترك هو الأسية هذه هي المشتقة الآن بعدما ندرس واجدنا المشتقة نقول إشارة G فتحة لX من إشارة ماذا أبنائي أكيد من إشارة هذه القيمة لهي ماذا أبنائي لهي ناقص واحد ناقص X لاحظوا لأن أسية X مهما كانت أبنائه هي قيمة مجابة حتى ولو كانت عندكم أسية F لX مع احترام مجموعة التعريف هذه القيمة دائما مجابة مثلها كمثل 10 قوى ناقص واحد هذه في الأصل هي واحدة على عشرة وهذه قيمة مجابة وهي 0.1 يعني حتى تكون أموركم جدو واضحة إذن هنا نبحث عن هذه أين تنعدم لهي ناقص واحد ناقص X تساوي السفر ننقل هذا إلى هذا الطرف يصبح ناقص X يساوينا لاحظوا يساوينا واحد ومنه X يساوينا ناقص واحد على هذا الناقص على ناقص واحد وتساوينا كم ناقص واحد إذن تنعدم المشتقى عند الناقص واحد تعالوا نعوذ مثلا هنا لاحظوا ناقص واحد ناقص ناقص واحد تصبح هنا زائد واحد تصبح زائد واحد في ناقص واحد تعطيكم 0 في هذه العبارة تعطيكم 0 إذن نحن على صواب الآن بعدما جربنا ذلك الآن نأتي إلى الإشارة نتابع جيد إذن إشارة أو جدول إشارة جدول إشارة G فتحة لاحظوا G فتحة لX هنا ما علينا إلا كتابة هنا الـ X جمعة التعريف من الناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا G من هو المسؤول قلنا أنه المسؤول نتابع جيدا أبنائي إذن سوف نترك هنا جدول تغيرات هنا سوف نقوم بالقسمة مرة أخرى حتى تكون همورنا واضحة هكذا من هو المسؤول عن العبارة يعني قلنا هو هذا لهو ناقص واحد ناقص X أين تنعدم العبارة؟ تنعدم عند ناقص واحد هنا هكذا هنا ماذا تقول قاعدة؟ نفس لاحظوا من هنا نفس القيمة المضربة في الـ X ما هي القيمة المضربة في الـ X؟ هي ناقص معناها نفس تصبح هنا ناقص وهنا زائد وهنا نكتب G فتحة لـ X تنعدم قلنا عند ماذا؟ عند الناقص واحد إذن هنا ناقص وهنا زائد ماذا نقول؟ نقول الدالة G متزايدة على المجال ما هو المجال الأبنائي؟ لهو من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد هكذا ومتناقصة على المجال ما هو المجال الأبنائي؟ من هنا إلى هنا معناها موجود الناقص متناقصة وموجود الزائد متزايدة معناها تصبح لنا من ناقص واحد إلى الزائد ما الذي هي؟ هذه هي تغيرات الدالة ثم السؤال الذي جاء بعدها قال لاحظوا قال ثم شكل جدول تغيراتها إذن نقول جدول جدول تغيرات الدالة G جدول التغيرات هو ملخص كل ما قمنا به من قبل هنا أولا نكتب X من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وهنا نأتي ب G فتحة لX لهو جهة المشتقة قلنا أنها تنعدم عند الناقص واحد هكذا ننقل هذه الإشارة نفسها هنا عندنا ناقص إذن هنا ناقص ومن هنا زائد وتبقى لنا هنا نكتب G ل X عبارة يعني قيام الصور صور X هنا عندنا ماذا تقول لاحظوا عندنا زائد معناه متزايدة هكذا وعندنا ناقص معناه متناقص هكذا السم يكون إلى الأسفل ثم نقوم قلنا أنه عند الناقص ما لا نهاية كم وجدنا النهاية وجدناها إثنان وعند الزائد ما لا نهاية وجدناها ناقص ما لا نهاية وهنا نحسب جيلي ناقص واحد جيلي ناقص واحد معناه نذهب إلى D لأبنائي ونعوذ ب الناقص واحد تعالوا نعوذ هنا ب الناقص واحد هنا لاحظوا لاحظوا نقطة بنقطة حتى تعلموا أبنائي أركزوا ما علينا إلا نعوذ هنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد تصبح ماذا تصبح إثناني ناقص ناقص واحد تصبح زائد واحد في أسية ناقص واحد زائد أسية ناقص واحد هذه قيمة مجبة مهما كان لأن تقرأ او اثنان زائد ماذا زائد واحد على الاسية. اذا كم تعطي لنا؟ تعطي لنا اثنان زائد اسية ناقص واحد. بهذه البساطة ابناء هكذا. وهذه قلت قيمة مجابة فقط. الان بعد ما اكملنا مع جدول تغيرات الدالة جي نأتي الى السؤال الذي بعدها. قال بين ان المعادلة جي لإيكس تقبل حلا وحيدا ارفع على ار. سوف نقوم بجلب اولا. بجلب جدول تغيرات الدلاجي لانه يحتاجه كثيرا في هذا السؤال. نتابع. ها هي امامكم. لاحظوا ابناء. اذا البرهان البرهان ان جي لإكس تساوي السفر تقبل ماذا؟ تقبل حلا وحيدا ارفع على ار. نتابع جيدا هنا اكيد المصطلح هو نظرة قيمة التوسطة. لما نجد هذه القيم. الفا. نتابع جيدا. الدالة قال على ار. على ار معناه ابناء يعني من من هنا الى غاية هنا. لاحظوا جيدا. الدالة كيف هي في من هذا المجال الى هذا المجال. نقول بما ان الدالة جي كيف هي؟ معرفة ومستمرة على المجال منهما على ار. لا يهم هنا متزايدة ومتنقصة. الاول بما ان الدالة جي معرفة ومستمرة على ار. هذه النقطة الاولى. من اكيد معناه من المجال ام اكيد الار هو ماذا؟ الار هو من الناقص ملا نهاية الى غاية الزائد ملا نهاية. هكذا ابناء. اذا نتابع ابناء. لاحظوا نقطة بنقطة وها هو الان تعريف. نتابع جيدا في هذه الحالة الخاصة. لما تكون لاحظوا جيدا. حالة خاصة اذا كانت اف دالة مستمرة على المجال ا وبي. هنا مستمرة من النقص من هنا الى زائد ملا نهاية هذه الدالة. نتابع. وكان ماذا؟ و اف ل ا في اف ل ب اقل من السفر. العدد السفر محصور ما بين اف ل ا و اف ل ب. نتابع جيدا. ها هو جدول التغيرات. لاحظوا اذا كان. لاحظوا الى لميت هنا. لميت جي ل اكس. لما ال اكس يأل الى النقص ما لنا كم تساوي ابناء. تساوي لنا اثنان. لاحظوا لو ننتقل من هذا المكان. الى هذا المكان. سوف نجد عددا في طريقنا اسمه كم. اسمه السفر. لاحظوا. ان هذه قيمة مجابة. هنا الدالة مستمرة. مستمرة. ثم مستمرة ومعرفة الى هنا. لكن ها هي وجدت سفر في طريقها. ولميت لاحظوا. ولميت جي ل اكس. حيث ال اكس يأل الى الزائد ما لنهاية. وعطيت لنا الناقص ما لنهاية. فان ماذا. فان الصفر ينتمي الى ماذا. الى هذه. لاحظوا الى هنا. من الناقص ما لنهاية. الصفر ينتمي من الناقص ما لنهاية الى اثنان. مهما كان. لاحظوا لانها من هنا الى هنا. الصفر ينتمي ركزوا هنا أبنائي لنظرية القيم متوسطة في الحالة العامة متابع فإن الصفر محصور ما بينهم ها هو الصفر كما قلت محصور ما بين هاتين القيماتين محصور ما بين الصور فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي محصور ما بين بحيث لاحظوا هنا عندنا معنى لالفا يساوي الصفر هنا لما تكون الالفا يساوي الالفا الجي كم تصبح تصبح صفر هذا الأمر موجود في الكتاب مدرسي أبنائي لاحظوا جيدا أي أن آف تنعدم على الأقل مرة واحدة في المجال ما هو المجال أبنائي من الناقص ملنها إلى الزائد ملنها نعم تنعدم على الأقل يعني لو ننطلق من هنا إلى هنا لا نجد الصفر لأن قيم موجبة ثم لو ننزل من هنا نجد هنا الصفر ثم ننزل إلى قيم السالبة عندنا كذلك بما يخص يعني حتى تكون الأمور جد واضحة هنا عندنا نظر القيم التوسط لاحظوا مبرهنة إذا كانت آف مستمرة ورتيبة على مجال رتيبة تماما على مجال آوابي الآن هنا أبنائي ما هو المجال الذي الدل فيه رتيبة وهو من هنا إلى هنا الدل الدل جي كيف هي معرفة ومستمرة وماذا ورتيبة ما معنى رتيبة هنا متناقسة في هذه الحالة متناقسة لاحظوا تماما أكيد ركزوا فإنه ماذا فإنه من أجل كل عدد حقيقي كمحصور ما بين ماذا محصور ما بين الآف لأ والآف لبي لهو هنا عندنا أف لناقس واحد كما عطت لنا أبنائي عطت لنا إثنان زائد وسية ناقس واحد لهو قيمة مجابة ركزوا وليس الآف إنما الجي عفوا وجي وعندنا جي ليس جي إنما الليمت لاحظوا الليمت جي لإكس أبنائي لما الإكس يأول إلى الزائد ما لن يعطت لنا كم ناقس ما لنها نهاية فإن الصفر قلنا فإن المعادلة أف لإكس توسي وينا كان في هذه الحالة عندنا الصفر تقبل حلا وحيدا في المجال ماذا وبي إذن هنا ماذا نقول حسب راحضوا أبنائي حسب إذن الصفر ينتمي ما بين الناقس ما لنهاية وماذا والناقس والإثنان حسب الصور حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة جي لإكس أبنائي تساوي السفر تقبل حلا وحيدا لأن الحل الوحيد هو في ماذا بين الناقس لاحظوا بين الناقس واحد والزائد ما لنهاية بين الناقس قلنا واحد والزائد ما لنهاية يعني الحل الوحيد هنا استمارية التمة هنا من هنا إلى هنا يعني هاو المجال لاحظوا جيدا إذن تقبل حل وحيد آلف حيث ذلك الآلف ينتمي إلى المجال وهو R الآن ثم قال تحقق أن لاحظوا جيدا معناه هنا جاءنا بشيء آخر هنا هذه الحلة العملة لنظريت القيم المتوسطة يعني في جهة الاستمرارية وأنها معرفة قبل حل ثم يبدأ حل وحيد يعني تصبح رتابة يعني متزيدة أو متنغسة الآن يريد مننا أن نتحقق من هذا الشيء لهو أن الآلف محصور في هذا المجال هنا الدلة في هذا المجال ندقيق جيدا كيف هي أبنائي لاحظوا تابعوا نقطة بنقطة حتى تعلموا إلى هذا الأمر إلى الآبد لاحظوا أبنائي عندنا آلف لما ينزل يسبح كم يسبح هنا الصفر هنا صفر ثمانية وهنا صفر فاصل تسعة الدلة من هنا إلى هنا كيف هي إذن الدلة جي معرفة ومستمرة ومتناقصة يعني رتيبة على المجال ما هو المجال هو صفر ثمانية وصفر تسعة لاحظوا جيدا وكذلك وكذلك ماذا أبنائي وجيلي سفر ثمانية تظهر هنا لاحظوا جيلي سفر ثمانية جاءت فوق السفر أكيد قيمة موجابة كم قيمتها أبنائي اللي هي السفر لو نعوذ معناها نجدها سفر فاصل اثنان وعشر يقول أحدكم أين تعوذ يا أستاذ في الدلة ما نصبح أننا هكذا جيلي سفر فاصل ثمانية يساوي اثنان ناقص سفر فاصل ثمانية في أسية سفر فاصل ثمانية فيما كان الاس عوذ بسفر فاصل ثمانية وجيلي سفر فاصل تسعة كم وجدناها بالآل حسيمة وجدناها تساوي ناقص ناقص سفر اثنان والسفر فاصل اثنان وعشرون ها هو السفر بينهم يا أبنائي يعني من هنا إلى هنا إلى جيلي سفر فاصل تسعة هنا هذا سالب وهذا مجب لننتقل من هنا إلى هنا نجد في طريقنا السفر إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة جيلي إكس تساوي السفر تقبل يعني أمور حفظ تقبل حلا وهيدا اسمه ماذا آلفا حيث هذا آلفا محصول ما بين السفر تسعة والسفر الثمانية بهذه البسطة المطلقة فقط أبنائي يعني هنا في الأول هنا يوجد لنا سؤال هنا الدلة معرفة ومستمرة فتقبل على الأقل حل هو أفلي إكس يساوي ثم بعدها حصرنا هذا الأمر من هنا إلى هنا أنها متناقصة تمام يصبح من ناقص واحد إلى الزائد ما يتقبل حل الوحيد ثم هذا الحل الوحيد كان محصول ما بين السفر ثمانية والسفر تسعة فقط الآن بعدها سوف نأتي الآن إلى السؤال عين حسب قيم إكس إشارة جيلي إكس سوف نأتي معنا بجدول التغيرات لأننا نحتاج ها لاحظ ها وجدوا التغيرات حتى من هنا تعلم الإشارة قلنا أن حسب نظريت متوسطة لاحظ أن الألف لما يوضع هنا معنا تصبح جيلي ألف تساوي الصفر لدينا جيلي ألف تساوي الصفر من نظرية القيم المتوسطة معنا لو نعوذ هنا بألف هنا كم تصبح الصفر الآن من خلال ذلك ها هو عندنا جدول الإشارة نعين جدول الإشارة نركز أبناء إذا قلنا أن هنا عندنا الإكس لاحظوا من ناقص ما لا نهاية أكيد إلى الزائد ما لا نهاية وهنا جيلي إكس أين تنعدم جيلي إكس لاحظوا تنعدم عند إكس يساوي كم ألف هنا جيلي إكس يساوي كم صفر عند ألف هكذا الآن لاحظوا من هنا هذه قيمة كيف هي أبناء هنا الإثنان موجب هنا موجب 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 لاحظوا كلها قيم موجب إلى غاية ماذا إلى غاية السفر يعني في هذه الجهة كيف تكون قيم موجب وهنا السفر وهنا القيم كيف هي لاحظوا إنها تحت السفر كم تصبح ناقص معناه هنا ناقص هذا هو إشارة الجيلي إكس بكل بساطة هذه في هذا الجدول البسيط قمنا بتعيين ذلك ها هو إشارة الجيلي إكس فقط أبنائي يقول أحدكم يا أستاذ لو كانت هكذا مثلا عندنا الجدول وجاءتنا مثلا هكذا هذا هو جدول تغيرتها مثلا هنا هنا إثنان هنا زائد ملا نهاية وهنا زائد ملا الصفر والعكس والعكس إذا جاءتنا هكذا هنا ناقص اثنان وهنا ناقص بلنية مثلا هنا ناقص خمسة تصبح أكبر قيمة تصل إليها كم هي ناقص اثنان إذن جيلي إكس إكس تصبح أقل من الصفر فقط الآن بعد ما اكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى الجزء الثاني من الدلة فقال بيّن أن الأولى عطيت لنا عبارة دلة ها هي أممك ها هي عبارة الدلة أممك وطلب منا أن نبرهن نهاية من نهايتها ها هي النهاية التي طلبت أن بيّن أن نتابع جيدا النقطة بنقطة أممك كما لا ننسى وحدة الرسم لاحظ هي إثنان سنتيمتر لو لم نحترمها يعني نجد صعوبة في عمالة الرسم إذن تصبح لنا ماذا الليميت العبارة ها هي أممك سوف نأخذ العبارة مباشرة ها هي هنا هكذا لما إكس يؤل إلى الزائد من هي قال برهنها أنها تساوي الصفر نتابع ابني تساوي لو نعوذ تعويض مباشر تعطيكم هنا المال نهاية وهنا المال نهاية إذن مال نهاية على مال نهاية حالة عدم التعيي كيف نزيل هذه الأشياء بأبسط طريقة نتابع ما رأيكم الآن لو نستخرج البسط والأسية من المقام لاحظوا نصبح ماذا ماذا سوف يبقى لدينا أبنائي هنا لما نستخرج الـ يبقى لنا 2 زائد 2 على x ها هو الشيء الذي بقي في المقام يبقى لنا 1 زائد 2 على الأسية أكيد هذا هو الشيء الذي يظهر لنا أعيد النشرة تجد الكلام أنه حقيقي الآن أبنائي عندنا جداء دلتين يسوي جداء النهايتين إن لم يحدث حالة المتعيين ها هي دل سوف نوضح هذه ليمت x على أسية x لما x يؤل إلى زائد من النهاية هذه يمكن هذا x يعود إلى المقام هنا لاحظوا كيف تصبح تصبح ليمت 1 على أسية x على x أعد كسر على كسر أنه هذا ينتقل إلى هنا لما نفعل شيء مع x يؤل إلى زائد من النهاية نحن نعلم في التزايد المقارن أن لميت أسية x على x قوة أ لما x يؤل إلى زائد من النهاية هذه درسناها أن تصبح زائد من النهاية إذن وهنا كم تصبح أبناء وكأن هذه كم هي المال النهاية لاحظ لأن أسية x على x هي المال النهاية إذا كان الآن يصبح واحد تصبح كأن ما واحد على ماذا على مال النهاية واحد على من هي كم أبناء هي السفر إذن هذه هي المال النهاية إذن هذه كم تصبح تصبح واحد على مال النهاية كم سفر إذن هذه أعطت لنا سفر ركز أعطت لنا سفر إذن تصبح ماذا سفر سوف الآن اثنان على مال بقي لنا إثنان يعني هذا ذهب إلى الصفر وهذا إلى الصفر وهنا بقيت لنا إثنان على واحد إثنان في الصفر هي صفر ها هو البرهر بكل بساطة أبني فقط هو طلب مننا أن نجدها صفر إذن وجدناها صفر ثم قال فسر نتيجة هندسية نقول بما أن limit F لإكس لما إكس يقول إلى الزائد من النهاء تساوي كم؟ تساوي الصفر فإنها إيجراج يساوي الصفر مستقيم مقارب أفقي لهو في هذه الحالة الاستثنائية هو إكس إكس فتحة نحور الفواصل فقط الآن بعد ما أكملنا مع تلك النهاية نأتي إلى النهاية الثانية لاحظوا إلى النهاية الثانية لاحظوا أبني أن الأمور جد بسيطة جدا نتابع ها هي النهاية الثانية لاحظوا ها هي النهاية الثانية سوف نقوم بحسابها الآن عندنا عبارة الدلة واضحة إذن تصبح لنا ماذا لميت إثنان إكس زائد إثنان على قصية إكس زائد إثنان لما الإكس يقول إلى الناقص ما لا نهاية هنا ما رأيكم أبنائي عندنا جداء دلتي وسيجدوا نهايتين إن لم يحدث حالة دمتين تصبح لميت لاحظوا إثنان إكس زائد إثنان في واحد على قصية إكس زائد إثنان لما الإكس يقول إلى النقص ما لا نهاية يقول أحدكم هذا مقامه كم واحد أضرب هذا في هذا وهذا في هذا يعطي لكم نفس العبارة اللي هي عبارة الدلة أبنائي ماذا ينتج؟ ينتج أنه تساوي جداء نهايتين جداء نهايتين تصبح تساوي للميت إثنان إكس زائد إثنان لاحظوا في لميت لاحظوا واحد على قصية إكس زائد إثنان جداء دلتين نسوي جداء نهايتين لما إكس يقول إلى الناقص ما لا نهايتين هنا إكس يقول إلى الناقص ما لا نهايتين لم نفعل شيء إنما هكذا فقط تصبح ماذا أبنائي؟ لاحظوا تصبح تساوي هذه نهايتها كم؟ هنا دلة ألفية تصبح لنا الزائد ما لا نهاية عفوا نحن عندنا نقص ما لا نهاية تصبح لنا الناقص ما لا نهاية عوضوا هنا فقط الآن هذه النهاية كم؟ عندنا لميت نسية الإكس لما الإكس يقول إلى الناقص ما لا نهاية هي شاهيرة هي السفر إذن هذه كم تصبح لكم السفر تصبح إثنان على واحد كم؟ تصبح عفوا واحد على إثنان كم تصبح ناقص ما لا نهاية في هذه البساطة المطلقة تفسير بياني أن لا يوجد مستقيم مقارب أفوقي لأن هذه ذهبت إلى الصفرة بقيت لنا واحد على إثنان واحد على إثنان في الملانية هذا أصلا تعطيكم ناقص ما لا نهاية فقط الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال بيان أن دالتا فتحة ذا المعادلة إيقراج يساويين إكس زائد واحد مستقيم مقارب للمنحاني سي أف أكيد هذا يكون بجوار ناقص لأن بجوار زائد ما إن نسيتم أن يوجد لنا مستقيم مقارب أفوقي يعني حتى تكون أمورها هو هنا قلنا أنه إيقراج يساوي الصفر إذن هنا لبرهان ذلك ابنائي نتابع مقطبنا إذن البرهان أن ضالتا فتحة مستقيم مقارب مائل أكيد بجوار النقص ما لا نهاية لأن الزائد منها يوجد أمرها قضية الأمر تصبح لنا لميت إثناني إكس زائد إثناني على أسية إكس زائد إثناني ناقص لاحظوا ناقص إكس زائد واحد لأن آف لإكس ناقص إيقراج الإيقراج ها هو ابنائي لما الإكس يقول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي هنا نواحد المقامات تصبح تساوي لنا لميت تعالوا نواحد الآن أبنائي المقامات نقطة بنقطة هكذا ثم ماذا ينتج؟ ينتج إثناني إكس زائد إثناني ناقص إكس زائد واحد في أسية إكس زائد إثناني على أسية إكس زائد إثنان لما الإكس يقول إلى الناقص ما لا نهاية نكمل ولا نقلق في عمية الحساب يعني رويدا رويدا تصبح تساوي للميت الإكس يقول إلى الناقص ما لا نهاية ثم نجعل خط كسر هكذا ونكمل عملية النشر إثناني إكس زائد إثنان ثم عندنا هذا في هذا تصبح إكس أسية إكس مع الناقص هذا تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح ناقص إكس أسية الإكس ثم عندنا هذا في هذا زائد تصبح مع الناقص تصبح ناقص إثنان هذا الناقص ثم عندنا هذا في هذا تصبح ناقص أسية الإكس ثم هذا في هذا زائد إثنان مع الناقص ناقص إثنان لاحظوا أبنائي كفتتهم العملية نقطة بنقطة على أسية إكس زائد إثنان هنا إلا أنه نلاحظ ماذا سوف يحدث هل تذهب أشياء أم لا تذهب لنا بعض الأشياء هنا قلنا نتابع إذن عندنا قلنا هذا في هذا وعطى لنا 6 أسية X ثم هذا في هذا أعطى لنا 2X ونقص ويصبح لنا ناقص 2X هنا نسينا هذا الأمر ثم عندنا هذا في هذا يصبح أسية X والناقص ثم هذا في هذا 2 والناقص ناقص 2 ثم يذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا ونلاحظ ماذا سوف يبقى لدينا الآن ماذا ينتج أبناي تصبح لنا الليميت لاحظوا لميت نتابع نقطة بنقطة أبناي حتى نكمل ذلك تصبح ناقص X في أسية X ناقص أسية X هكذا نقطة بنقطة على أسية X زائد 2 لما الosol يقول الناقص على نهاية نحن نعلم عندناotto لاحظوا لميت X في أسية X لما الosol يؤلف إلى النقص صفر كمcod في قنة 0 لا يق ni هم هذا النقص لما الاس الموجود الذي أتساعدني كم ت Ol attempted . وهذه السفر وهذه السفر ماذا ينتج؟ ينتج لنقطة سفر على اثنان ليس على السفر لان هذا ذهب فقط وتساوي السفر ومنه ماذا نقول؟ ومنه ضلطة فتحة مستقيم مقارب مائل بجوار الناقص ما لا نهاية فقط ان نهاية الفرق وجدناها كم السفر الآن بعدما قمنا بحساب ذلك السؤال الذي طرحه بعده نتابع جيدا سوف نترك هذه الشيء لانا نحتاجه قال ادرس وضعية سيئة بالنسبة الى كيلة من ضلطة وضلطة فتحة حيث الدلطة فتحة هو المنصف الاول قبل ان نتحدث عن المنصف الاول نتحدث عن وضعية وضعية سي اف بالنسبة الى دلطة فتحة اولا ما هي الوضعية؟ اذا الوضعية هي اشارة الفرق بين لاحظوا بين اف لى اكس ناقص الى اكراك وهي نفسها تساوي لنا اثنان اكس زائد اثنان عالا وهي الاف لى اكس على أسية اكس زائد اثنان ناقص الى اكراك لهو اكس ناقص زائد واحد ها هو ابنك هذه القيمة كم وجدناها ابني لو تتذكروا ها هي كم وجدناها انزعوا اللان فقط هي نفسها هذه معناها انزعوا كلمة اللان فقط من هنا معناها ماذا نتج؟ لان نوحدنا المقام في نفس الحالة تصبح ماذا ابنائي؟ ناقص اكس اسية اكس ناقص اسية اكس على اسية اكس زائد اثنان قلت لم نفعل شيء وحد المقام سوف تجيز هذه العبارة هنا هذا هو الفرق لكن لو نلاحظ جيدا الى هذه القيمة مهما كانت هي قيمة مجابة تماما لماذا؟ لان الاثنان موجب والاسية موجابة فان اشارة هذه العبارة من اشارة هذا الشيء اذا اشارة اشارة الفرق من اشارة ماذا ابنائي؟ من اشارة لاحظوا هي ناقص اكس اسية اكس ناقص اسية اكس هذه تساوي لنا كم؟ تعالوا نقوم باستخراج العام مشترك تصبح لنا ناقص اكس ناقص واحد في ماذا؟ في اسية الاكس اعيد النشر هذا في هذا ناقص اسية اكس وهذا في هذا ناقص اسية اكس لكن اسية اكس قيمة مجابة تماما تصبح اشارتها اشارة من اشارة ناقص اكس زا ناقص واحد نجعلها تساوي السفر ننقل هذا الى هذا الطرف تصبح ناقص اكس يساوي واحد ومنه اكس يساوي لنا ناقص واحد على ناقص واحد ناقص اكس ناقص واحد ينعادم عنده ناقص واحد اذا هكذا ابنائي هنا زا ناقص وهنا زائد لماذا؟ لانها هو الا هو المسؤول لاحظ قيمة الا هنا نفس والجهة اليسرى العكس هنا نكتب الوضعية في الوضعية ابنائي امرها جد بسيط نجعل هكذا وهكذا نقول ماذا؟ زائد معنى cf يقع كلمة زائد معنى يقع فوق ضالطة فتحة وهنا ناقص cf يقع تحت او اسفل ضالطة فتحة وهنا في هذا المكان اين يوجد الصفر نقول cf يقطع ماذا؟ ضالطة فتحة فقط هذه فيما يخص وضعية cf مع دالطة فتحة سوف نأتي الان الى وضعية ماذا؟ وضعية دالطة مع cf او وضعية cf مع الدالطة اللي هو المنصف الاول نتابع جيدا ابنائي نقطة بنقطة لاحظ بنفس الخطة نتابع اذا عندنا كذلك وضعية لاحظوا وضعية cf بالنسبة الى دالطة دالطة معادلته ها هي امامكم ابنائي لاحظوا ها هي الدالطة لهي المنصف الاول لم يقل ابناء النهاية لا قال الوضعية فقط معنى تصبح لنا f لx ناقص y تساوي 2x زائد 2 على اسية x زائد 2 ناقص x يعني ناقص y نوحد المقام هنا ابنائي تصبح تساوي هكذا تصبح 2x زائد 2 ناقص x في المقام ما هو لهو اسية x زائد 2 وفي المقام لهي اسية x زائد 2 نتابع لكن نحذر من الاخطاء الحسابية معنى لان الاخطاء الحسابية هي امرها تظهر انها بسيطة لكن في الاخير تعطي نتائج خاطئة تصبح في المقام نتركها بل هي اسية x زائد 2 في البس تصبح 2x زائد 2 ناقص x اسية x لان هذا في هذا ثم هذا في هذا كم ناقص 2x لاحظوا ابنائي هذا ذهب مع هذا تساوي لنا ماذا 2 ناقص لاحظوا x اسية x على اسية x زائد 2 ظهرت عبارة غريبة هنا لم ننتبه لها تابعوا ابنائي هذا قيمة مجابة وهذا قيمة مجابة لكن هذا ما هو يا ابنائي 2 ناقص x اسية x تعالوا ننتبه هذه القيمة هي قيمة ماذا انتبهوا ارجوكم حتى تعلموا انتبهوا ارجوكم اني ألاحظ انها عبارة قد درست او لوحظت من قبل ها هي يا ابنائي اللي هي جيل x وإشارة جيل x عندنا ها هي أمامكم لاحظوا يعني التمارين كيف هو متسلسل ها هو أمامكم ابنائي لاحظوا معناه اذا هذه تساوي جيل x على أسية x زائد اثنان اشارة الوضعية او اشارة البسط من اشارة جيل x أما المقام اللي هو أسية x زائد اثنان هذه قيمة مجابة تماما اذا بهذا هو الذي يعيلنا الوضعية لاحظوا معناه يمكن لنا أن نكمل الوضعية إلا على هذا الجدول فقط لاحظوا معناه نكتب هنا وضعية cf بالنسبة إلى د هنا ما علينا الآن أبنائي إلا إكمال الجدول فقط ها كذا لاحظوا الأمور كيف هي جده يعني مرتبطة ببعضها البعض أبناء النقطة بنقطة لهذا دائما لما تكونوا تحسبوا هذه الأشياء تكونون حاذرين من النتائج هنا ماذا نكتب؟ نكتب الوضعية هنا هكذا أبنائي وهنا هكذا ونقول ماذا؟ نقول هنا cf يقع فوق ماذا؟ فوق دالتا وهنا cf يقع أسفل دالتا وهنا في هذا المكان نقول cf يقع ماذا؟ دالتا وهنا نرس في الأول بهذه البسطة فقط أبنائي إذا لاحظتم هذه القيمة ظهرت هي نفسها جيلي اكس الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء قال بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي فإن مشتقة الدالة هي 2 في جيلي اكس على المقام مربع إذا نقول البرهان أن هذا الشيء معناه نأتي بالعبارة أولا علينا بوضع عبارة جيلي اكس هنا أمامنا حتى نكون دائما نعمل بها أو نريد أن نصل إليها ونأتي بعبارة الدالة عبارة الدالة فإذا تصبح لنا فتح لإكس تساوي نجعل خط كسر هكذا عندنا هنا لو تدقق جيدا مع أبنائي هذه العبارة وكأنما مكتوبة على شكل دالتين U على V ماذا تقول قاعدة U على V؟ تقول هكذا مشتق البسطي في المقامي ناقص مشتق المقامي في البسطي على المقامي مربح هذا قانون عليكم بحفظه إذا المشتق البسطي كم؟ هذا مشتقه السفر ومشتق 2X هو الاثنان في المقامي ناقص مشتق المقام مشتق الأسية هو نفسه الأسية في هذه الحالة فقط الاثنان هو السفر في البسطي لاحظوا مشتق البسطي في المقامي في البسطي على المقامي مربح تصبح ماذا؟ تصبح F فتحة لX تساوي المقام لا نلمسه أصلاً لأنه مربع يعني يصبح لنا أسية X زائد 2 كل مربع وهنا نبدأ هذا في هذا لهو 2 أسية X ثم هذا في هذا زائد أربعة ثم هذا في هذا ناقص 2 أسية X ثم لاحظوا لا عفوا ناقص 2 X أسية X ثم عندنا هذا في هذا لهو ناقص 2 أسية X لاحظوا أبناي نلاحظ أن هذا مباشرة يذهب مع هذا وندقق دائماً على عبارة G ها هي عبارة G لاحظوا دائماً هل وصلنا إليها أم نحن نقترب منها فقط لاحظوا أبناي ثم تصبح F فتحة X تساوي أربعة ناقص 2 أسية أعفوا ناقص 2 X أسية X على أسية X زائد 2 هذا أمر لا يمكن أن نتحدث عليه إني ألاحظ أن الفرق بين هذه العبارة وهذه العبارة أن نستخرج الاثنان كعامل مشترك اثنان في ماذا يبقى؟ لاحظوا يبقى لدينا 2 ناقص X أسية X على المقام مربع وهو المطلوب ها هي أمامكم أبنائي معناه نكمل ومنه لاحظوا هذه العبارة عبارة ماذا؟ عبارة G ومنه F تساوي لنا 2 2 X على أسية X زائد 2 مربع وهو المطلوب يعني بهذه البساطة أولا عليك أن تفهم باللي بأن جداء دل على الدل يسوي مشتقل البسطي في المقام مقام في البسطي على المقام مربع دل ناطقة ودائما بما أن ذكر كلمة G عينك دائما تكون على هذه العبارة فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء السؤال الذي جاءبته قال ثم استنتج لاحظوا جيدا نقوم بمحي الصبورة ثم نتحدث لاحظوا أبنائي ثم قال استنتج تغيرات اتجاه تغير دل F نقول استنتج لاحظوا استنتاج استنتج تغير رات الدل F أكيد على R الدل هنا أكيد قابل الاشتقاق على R هنا ما علينا إلا نقول بما أن أو نقول إشارة إشارة نقل إشارة F فتحة ل X من إشارة ماذا من إشارة G ل X لأن الاثناني هذا ليحدث شيء أما إن كانت هنا ناقص فكل إشارة G نعكسها فقط من إشارة ماذا إشارة G عندنا ها هي أبنائي سوف نقوم بجلب ها هي أبنائي لاحظوا ها هي سوف نأخذها لأن نحتاجها هنا في العمل ها هي أبنائي معناه هنا بما أن هنا ينتصبح مباشرة هي الج إذن نقول الدل F كيف هي متزايدة متزايدة على المجال ماذا من هنا إلى هنا من ناقص ملا نهاية إلى ألفا لاحظوا ومتناقصة على المجال ما هو من هنا إلى هنا من ألفا إلى زائد ملا نهاية هكذا أبنائي هذا هو التغييرات فقط الآن بعد ما كنتم مع التغييرات سوف نأتي للسؤال الذي بعدها قال بيّن أن F لألفا تساوي ألفا لاحظوا بيّن أن F لألفا تساوي ألفا نأتي بأول شيء بعبارة الأف ونعوذ بالألفا ونركز ماذا سوف يحدث هنا ألفا وهنا ألفا وهنا ألفا وهنا ألفا يعني في مكان الإكس نعوذ بألفا يريد مننا أن نبرهنها معنى علمت استفام أنها تساوي ألفا هنا أبنائي أول شيء أين هو المشكلة لو تدققوا جيدا معي سوف تتجدنا إشكالا هنا إنه يلاحظ أن هنا الإشكال كل شيء يعني يمكن أن يزول إلا هذا الشيء مؤسسية الألفا يمكن أن تحدث للشيء مثل ما نقول في اللغة الجزائرية حجرة في سباط معنى تبقى دائما لها إشكال هنا كيف يمكن إزالة هذا الشيء الآن أولا هذه الألفا أين ذكرت لو نتذكر أنها لم تذكر في الآف بل ذكرت في الجي في الدلة الأولى وهي ها هي المعادلة جيلي إكس تقبل حلا وحيدا ألفا تقبل حلا ما معنى كلمة حلا قلت في الأول كلمة حلا معناه لاحظوا هذه من السؤال السابق حلا معناه لما نعوذ هنا بجيلي ألفا نجد تساوي السفر ما معنى جيلي ألفا تساوي السفر نحن هنا عندنا عبارة جي الجيلي إكس تساوي لنا إثنان ناقص إكس أسية ماذا؟ إكس معناه لما نعوذ هنا بألفا وهنا بألفا وهنا بألفا نجعلها تساوي السفر أنها حل تقبل حل عندها يعني يصبح هذا الألفا هو الجذر ركزوا الآن كيف نتخلص من الأسية تصبح ماذا أبني؟ تصبح لنا إثنان ناقص ألفا في أسية ألفا قلت تساوي السفر ننقل هذا الجزء إلى هنا تصبح إثنان تساوي لنا ألفا في أسية ألفا يعني هذا الجزء غيرناه ومنه هذه القيمة تنقل إلى المقام تصبح إثنان على ألفا تساوي لنا أسية ألفا لاحظوا ماذا والجذرة معناه أسية ألفا نعوذها بإثنان على ألفا في هذا المكان ها قد تخلصنا من تلك اللي نسموها حجرة في الصبات تنزع هذه الحجرة تصبح ماذا أبني؟ ركزوا أرجوكم يعني قلت نعوذ أسية الألفا بإثنان على ألفا تصبح ماذا؟ تصبح ركزوا تصبح إثنان ألفا زائد إثنان على ماذا؟ على ألفا عفوا على إثنان على ألفا ركزوا زائد ماذا؟ زائد إثنان والآن بقي لنا إلا العمل فقط نزع تلك الحجرة هان تعالوا نكمل عملنا نقطة بنقطة وبقي ذهب كل شيء الان سوف نتحصل على المطلوب بأبسط طريقة دائما لكم الخطة هذه هذه الخطة تجدوها في اللغة الاتمية وأسية يعني كل خطة واحدة ما أعلن الآن للتفكير في توحيد المقام هنا لو نوحد المقام على ألفا وهنا فنضرب في ألفا ماذا ينتج أبني؟ ركزوا ينتج أنه كسر على كسر سوف نتابع نقطة بنقطة تصبح لنا إثنان ألفا زائد إثنان على إثنان ألفا زائد إثنان لأن الجمعة عملية تبديلية فقط الكل على ألفا هذا كسر على كسر يساوي الأول وهو إثنان ألفا زائد إثنان في مقلوب الثاني اللي هو ألفا على إثنان ألفا زائد إثنان يعني كسر على كسر درستم أن هذا الذي يكون في تحت ينقلب تذهب هذه مع هذه فينتج أن ألفا لاحظوا ماذا بقيها أبناء اللي هي ألفا فقط وهو الجواب بهذه البساطة المطلقة فقط الآن بعد ما استخرجنا ألفا أنها تساوي ألفا نأتي إلى السؤال الذي قال ثم شكل جدول تغيرات دل أف هنا يتشكيل جدول تغيرات ما علينا إلا أخذ ماذا؟ أخذ معنا لهو هذا الشيء لأننا نحتاجه أبنائي في جدول تغيرات هذا لهو التغيرات الدل أف لأننا قلنا هو تابع لإشارة ماذا؟ الجي ثم نبدأ بعملية المل فقط هنا عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا هنا قلنا هنا أف فتح لإكس تنعدم عند الشيء الذي تنعدم عند الجي وهو ألفا هنا هكذا هنا زائد وهنا ناقص لاحظوا أبنائي وهنا عندنا آف لإكس آف وان آف لإكس عندنا ها هو الأمر أصبح هكذا زائد معناه متزايدة وناقص معناه متناقص ثم نقوم بعملية المل فقط كم وجدنا النهاية عند الناقص ما لا نهاية أبنائي لو يعني تتذكروا وجدناها أنها تسألنا ناقص ما لا نهاية ركزوا سوف أستعمل إذن وجدناها ناقص ما لا نهاية وعند الزائد ما نتذكروا أنها وجدناها السفر برهنناها ثم عندنا هنا آف لآلفا آف لآلفا ها هي أمامكم كم وجدنا آف لآلفا هي آلفا معناه مباشرة نكتب هنا آلفا سوف نكتبها يعني هنا آلفا بهذه البساطة هذا هو جدول تغييرات الدلة آف معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية الآن ثم قال أرسم دالتا ودالتا فتحة وسي أف متابع جيدا نقطة بنقطة أبنائي إلى هذا السؤال هنا أولا قلنا احترام السلم اللي هو إثناني سنتيم متر على كل محور من المحاور نحن عندنا نعم قلنا باحترام ذلك أبنائي بهذه البساطة ها هو محور الفواصل وها هو محور الترتيب نضع هنا هكذا الـ X وهنا الـ Y وعندنا المحاور ها هي أبنائي لاحظ يعني كل شيء نخدم أن نعمله مع بعض حتى تعلموا إلى هذه الأشياء هنا هكذا وهنا هكذا ويمكن أن نسمي ذلك نقول هنا O E وماذا و G عندنا سوف نقوم بجلب كل شيء عندنا جد تغييرات شيء مهم ها هو جدول تغييرات يعني ما هي الأمور الهامة في عملية الرسم اللي هو جدول تغييرات وعندنا أشياء أخرى نتابع إذن الآن أبنائي في عملية الرسم عندنا بعض الأشياء عندنا مستقيم مثلا مستقيم دالتا فتحة ها هو دالتا فتحة معناه يمكن أن نستعمل أبناء الجدول المساعد هكذا X نعطي له الصفر نجد واحد نعطي له ناقص واحد نجد صفر إذن الإحداثية الأولى هي الصفر واحد ها هي الصفر واحد هنا والإحداثية الثانية هي ناقص واحد صفر يعني هنا ونقوم بعملية ماذا أبنائي بعملية الربط فقط هذا مع هذا هكذا لاحظوا ثم هذا يذهب بهذه البساطة ونكتب هنا ماذا ونكتب دالتا فتحة وعندنا الدالتا لهذا هو أبنائي الدالتا وهو المنصف الأول المنصف الأول أمره بسيط هذا هو المنصف الأول أبنائي نتابع ها هو المنصف الأول وهم متوازيا لأنهم لهم نفس معامل التوجيه هكذا هذا نسميه دالتا عندنا ماذا عندنا القيمة حدية لهي ما هي القيمة حدية لاحظوا ها هي أمامكم ألفة وألفة الألفة قلنا أنها محصورة لو تتذكروا محصورة بين صفر تسعة والصفر فاصل ثمانية صفر تسعة والصفر ثمانية معناه تكون بهذا المكان هنا هنا عندنا قيمة حدية قيمة حدية نتابع جيدا ما معناه كلمة قيمة حدية يعني هنا في هذا المكان هنا لاحظوا وعندنا مستقيم المقارب ماذا عندنا مستقيم مقارب لاحظوا ها هو ي يساوي الصفر وهو محور ماذا محور الفواصل ربما نسينا هذا هو كذلك ي يساوي الصفر عندنا كذلك لاحظوا يعني كل الأمور نحترمها عندنا وضعية ماذا وضعية الدالة فتحة ها هي وضعية الدالة فتحة لاحظوا يتقاطع عن أين في ناقص واحد ناقص واحد هنا الفاصلة ناقص واحد ولو نعوذ كذلك بأفل صفر نحتاج أفل صفر ربما في العمل حتى تساعدنا لو نعوذ هنا بصفر وهنا صفر وهنا صفر كم تصبح تصبح اثنان على أسية صفر إثنان على ثلاثة يعني صفر ستة وستون معناها صفر ستة وستون تكون في هذه المنطقة ثم الآن نبدأ بعملية الرسم الآن هنا ماذا عندنا؟ عندنا دالطة فتحة يعني يبدأ صاعد مع دالطة فتحة أركزوا أرجوكم ها هي الدالطة فتحة يعني يتقاطع معه في هذا المكان لاحظوا ربما أعيد هكذا أبنائي يتيكم بهذه البساطة من هنا يبدأ بعملية عفوا بعملية سعود هكذا ثم يصل إلى هذه القيمة الحدي هي الأصلة هكذا متابعة لاحظوا أبنائي هكذا ثم هكذا ثم يصبح ينزل متجها نحو إقلاق بشاوي السفر ربما الرسميا لا يكون دقيق سوف نحاول عملية الدقة نتابع جيدا أبنائي لاحظوا أنا حتى تكون أمورنا جد دقيقة نستعمل مثلا هذا الأمر لاحظوا من هنا القيمة الحدية هي التي نستغلها في عملية الرسم هكذا هكذا أبنائي ثم من هنا ثم هكذا وهو مقارب الآن يعني مقارب يأتي من هنا بعملية التقريب ويبدأ ثم ينزل من هنا هكذا ينزل متجها نحو هذه القيمة هي ألفا هذه ألفا وهذه أف لأرفا بهذه البساطة فقط أبنائي فقط بعدما أنهينا مع السؤال الرسمة نأتي أبنائي إلى هذا السؤال قد ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول المعادلة أف لإكس تساوي أف لأم ركزوا جيدا إذن نكتب هنا ماذا نكتب هنا عدد حلول المعادلة أف لإكس تساوي أف لأم ليس تساوي أم إنما أف لأم يعني هنا وضعت أم وهنا أم وهنا أم يعني في كل مكان من الإكس وضعت أم أولا ماذا نقول نقول أبنائي ركزوا نقول حلول المعادلة أف لإكس تساوي أف لأم هي فواصل إذن دائما حلول المعادلة المترجحة تكون على هذا المحور لهو محور الفواصل إذن هي فواصل تقاطع ماذا سي أف مع اسمعوا جيدا مع المستقيم ذو المعادلة هنا ضعوا إيجراج فقط يعني المعادلة ما هي هي إيجراج تساوي لنا أف لأم هكذا يا أبنائي اسمعوا أرجوكم أما هذه المناقشة اللي هي إيجراج يساوي لأم هي مناقشة أفوقية عمودية هذا المستقيم هو أفوقي لكن أم يكون هكذا عمودي حتى نفهم جيدا لكن هنا اسمعوا قلت ليس هي إيجراج يساوي أم لا إنما إيجراج يساوي أف لأم هو مستقيم كيف يكون وضعيته تكون وضعيته هكذا إذا رصمنا هذا المستقيم وكتبنا هنا إيجراج يساوي لنا ماذا أف لأم اسمعوا أي وضعية سوف يأخذها هذا المستقيم الوضعية هي هذه حتى لا تقول لماذا هكذا أبنائي يكون من هنا وينطلق بالصعود إذن هي مناقشة أفقية أما المستقيم أم فالقيم أم فتكون هكذا اسمعوا جيدا حتى تفهموا إلى هذه لماذا ذكرت مناقشة أفقية عمودي لأن الإكس هو الأم يأخذ هكذا يصبح هكذا الأم أما الآف لأم كيف يكون يكون وضعيته أفقية أنتم الذي يهمكم هو هذه الوضعية الأفقية بها تظهر قيم أم لكن هنا للمناقشة من هذا النوع ما نحتاج نحتاج إلى جدول تغيرات الدالة أف لكن أبنائي في مكان ماذا في مكان الإكس نضع أم فقط إذن نضع هنا أم اسمعوا جيدا أم قلنا مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية ونضع هنا أف لأم ها هي إذن نصعد هكذا ثم ماذا ثم ننزل ها كذا فقط قلت نحتاج إلى جدول تغيرات وها هي أمامكم ها هو أنظروا نصعد ثم ننزل انطلقنا من أي من ناقص ما لا نهاية إلى هنا عندنا ألف صورة هي أف لألف وعندنا هنا الصفر قد حسبنا النهاية هذه حتى لا يقول أحدكم وعندنا شيء آخر اسمعوا جيدا لو نعوذ هنا بناقص واحد ها هو التقاطع مع محوى الفواصل كم عندنا ناقص واحد إذن أن هذه أف لإكس تساوي صفر عند ماذا عند ناقص واحد معنا هنا لما تكون ناقص واحد هنا تكون كم تكون الصفر أرجو قد فهمتم الدالة هذه منحناها البيانية تقطع مع محوى الفواصل في هذه الفاصلة كم ناقص واحد لأن هنا تصبح لنا أف لأم تساوي الصفر لأننا قلنا في مكان الآم يوجد إكس وفي مكان إكس يوجد آم آف آم آف آم لهذا أحتاج إلى جدول تغيرات الدالة لا نحتاج هنا إلى المشتقل لا نحتاج إلى الآم والآف آم يعني إكس وآف آف آم فقط إذن لاحظوا كما قلنا أن ألف ما هي لاحظوا أن ألف محصورة ما بين 0.9 و 0.8 إذن إذا قلنا هنا هكذا سمعوا جيدا إذا قلنا ها هي هنا آلف فيكون يغابلها من هنا ماذا آف لآلف الذي برهننا أنه آلف يعني حتى نفهم جيدا برهننا حتى أنه آلف ركزوا الآن أبناء ينطلق المستقيم الأفقي في العملية ها هو المستقيم الأفقي ينطلق لهو إغرق ها هو انطلق كم يجد لنا من التقاطع يقول أحدكم لا نعلم ها هي واحدة ها هي من ناقص ملا نهاية آف لآ يوجد يقطع مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة اسمعوا جيدا ها هو يقطع مرة واحدة دائما انظروا ها هي ها هي هنا إذن يقطع مرة واحدة إلى غاية هذا المكان إذن ماذا نقول نقول هكذا آف لآم ينتمي من ناقص ملا نهاية إلى غاية ماذا إلى غاية الصفر مغلق لماذا أبنائي ها هو أمامكم اسمعوا ها هو يقطع يقطع مرة 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 إلى غاية هذا المكان ويقطع مرة واحدة في هذا المكان هنا إنه يقطع إذن ما نقول من ناقص ما لنها إلى غاية الصفر أم أين يصبح يا أبنائي إذن اسمعوا جيدا أم أين يصبح ركزوا ها هي أف لآن ينطلق من ناقص ما لنها إلى غاية صفر انظروا الآن من أين يكون يكون من ناقص ما لنها إلى غاية ناقص واحد يعني ها هو أف لآن من ناقص ما لنها إلى صفر ما هو سوابق السوابق هي من ناقص ما لنها إلى ناقص واحد وانتهى الأمر كم يجد لنا من حل إذن أولا نقول يصبح آم ينتمي من ماذا من ناقص ما لنها إلى ناقص واحد مغلق يعني يكون الآن من هنا إلى غاية هذا المكان حتى نفهم جيدا إذن للمعادلة ماذا حلا واحدا وفقط ثم الآن ها هو يكمل يقول أحدكم لكن لماذا جعلت المجال هنا مغلق لأنه حتى إلى هذا المكان يقطع مرة وحيدة ثم الآن ها هو يزيد في عملية السعود كم يقطع يا أبناء انظروا واحد اثنان ها هو مازال يسعد كم يقطع مرة ثاني مرة ثاني مرة ثاني إلى غاية هذه القبة إلى غاية هنا يعني اللي هي أف لألفا من أين انطلق من هنا إلى غاية هنا يعني نقول أف لأم ينتمي من الصفر مفتوح لأن الصفر انتهى دوره أدخلناه في الحالة الأولى إلى غاية أف لألفا اللي هي بنفسي بنفسي هي الألفا يعني لأن برهلنا أن أف لألفا تسعي ألفا الآن الآن أين يكون اسمعوا يكون انظر منص أف لأم ها هي أف لأم من الصفر إلى أف لألفا يمكن نصعد من هنا كما ها هي كذلك من الصفر إلى أف لألفا يعني يوجد لنا اسمعوا جينا أشرحها بطريقة هذه القمة يمكن أن نصعد إليها من هنا إلى هنا كما يمكن أن نصعد من هنا إلى هنا حتى نفهم الفكرة فقط معنى أف لأم يكون من هنا إلى هنا اسمعوا ها هو سوف أتيكم منه يكون من الصفر ها هو صفر كذلك صفر آخر إلى غاية هذه القمة إذن هنا كم يكون لنا من مجال يكون الآن أكيد من هذا المكان إلى هذا إلى غاية ألفا مفتوح ومن هنا إلى غاية ماذا إلى غاية زائد مالنية هي الأماكن التي يقطع فيها هذا المستقيم الأفقي مرتان إذن يكون من الصفر إلى أف لألفا من هنا إلى هنا إذن من ناقص واحد إلى ألفا ومن عندنا من ها هي الصفر كذلك لو يأتي ويصعد إلى هنا نقول يصعد يصبح لنا كذلك من ألفا إلى زائد مالنية حتى نفهم الفكرة جيدا يا أبنائي إذن كم يوجد لنا باستثناء معنى هذه القيمة لأن الصورة عندها تكون عند القيمة الحدية القيمة الحدية هنا يمسه مرة واحدة فقط إذن فنقول آم يكون ينتمي من ماذا من الناقص واحد إلى غاية الألفا مفتوح اتحاد من الألفا إلى زائد مالنهاية لماذا جعلته مفتوح لأن الألفا قيمة حدية حتى نفهم جيدا دلت قبل عندها قيمة حدية إذن نقول هنا للمعادلة كم حلان كم حلان كيف هم متمايزان ثم الآن أصبح في هذه القبة هنا في القيمة الحدية هذه أف لأم تساوي أف لألفا إذن أم كم يصبح بالمطابقة انظروا أم أصبح كم إنها ألفا إذن أف لأم يساوي إنها كم أف لألفا فإن أم يصبح بالمطابقة ها هو الأم كم يصبح يساوي يصبح يساوي لنا ليس ينتمي إنما يساوي ألفا للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا تقول قعد عند الحفرة والجبل دائما عند هذه القيمة الحدية يقول حلا مضاعفا قيمة حتى نعرفها أنها هي إكس يساوي لنا ألفا فقط لاحظتم يعني الأمر جد جد بسط إذن أعيد وأكرر دائما المناقشة البيانية من الشكل أف لإكس ساوي أف الآن نحتاج إلى جدول تغيرات الدلة ونضع في مكان الإكس نضع أم وننطلق بعملية المناقشة كما لاحظتم يوجد لكم مستقيم هكذا يتحرك أما قيم الأم فتكون قل تتحرك هكذا أنتم الذي عليكم أن تنتبهوا له وهذا المستقيم الأزرق أما المستقيم الأسود هذا جعلته للشرح فقط حتى تفهموا دائما قيم أم تكون على محور الفواصل فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء المناقش البين وفهمناها يعني كما ينبغي نأتي الآن إلى الجزء الآخر اللي هو الجزء الثالث حيث قال ثالثة روماني قال إيلي آن هي المتتالية العدادية المعرفة على آن كما يلي كما يلي بإيلي سفر يساوي سفر ومن أجل كل عدد طبيعي فإن إيلي آن زائد واحد سأينا أفلي إيلي آن لاحظوا إلى هذه الكلمة إيلي آن زائد واحد تساوي لنا أفلي إيلي آن ما معنى أفلي إيلي آن معناه لو نأتي الآن إلى هذه العبارة لاحظوا أبني نقطة بنقطة يعني هنا في مكان الإكس نضع إيلي آن تصبح هنا إيلي آن وهنا إيلي آن هذه تساوينا ماذا؟ إيلي آن زائد واحد يعني في مكان الإكس وضع آن ليس آن إنما إيلي آن لأن فيه مرة يضع آن وهذا الشيء لما يضع إيلي آن شيء آخر السؤال قال برهن نتابع لاحظوا أبنائي نترك هذه العبارة هنا وهذه نحتاجها قال برهن بالتراجع أنه من أجل كل أنه من أجل كل عدد طبيعي فإن أنه إيلي آن محصور ما بين ماذا لاحظوا أن إيلي آن محصور ما بين الآلفة والصفر إذن نقول البرهان البرهان بالتراجع أن إيلي آن محصور ما بين الآلفة من هنا ومن هنا والصفر ركزوا أرجوكم هنا لبرهان هذه العلاقات من هذا النوع أبنائي ماذا نقول أولا بداية التراجع بداية التراجع أي من أجل أن يساوي الصفر أن يساوي كم الصفر لاحظوا من أجل أن يساوي الصفر كم عندنا عندنا إيلي أي أي إيلي الصفر كم أبنائي هي الصفر تعالوا نأتي بهذه القيمة ونعوذها في هذا المكان تصبح ماذا تصبح الصفر محصور ما بين الآلفة ومحصور ما بين الصفر حيث الآلفة عندنا بين محصورة بين الصفر تسعة والصفر ثمانية يعني أكبر من الصفر لاحظوا معناها والصفر أكبر أو يساوي الصفر هذا شيء منطقي أي ماذا أبنائي أي بيلي القاضية بيلي الصفر من أجل أن يساوي الصفر محقق فقط إذن أولا بداية التراجع ظهرت أنه لما أتينا بأول قيمة للحد ووضعناها هنا وجدناها أنها تحقق ثانيا نفرض أن بيلي آن محقق تابعوا جيدا معنا هذه الأمور أبنائي كلمة معناه بيلي آن محقق معنا الشيء الذي طلب مننا أن نبرهنه هذا دائما في البرهام ترجع الذي طلب مننا أن نبرهنه ما علينا إلا أن نفرضه نفرض أن بيلي آن سميت بيلي آن نسبة إلى إلي آن أن بيلي آن محقق أي ماذا أي أن الشيء الذي أعطي لنا يكون محقق يعني إلي آن محصور ما بين الألفة والصفر ثالثا وهو المرحلة الحاسمة ثالثا ونبرهن لاحظوا ونبرهن صحة بيلي آن زائد واحد أي ماذا أي أن إلي آن زائد واحد علينا أن نبرهنها أنها محصورة ما بين الألفة والصفر هذا هو الشيء ما معناها شيء آخر معناه أننا نبرهن ماذا أبنائي نبرهن هذا الشيء أبنائي 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 نبرهن أن آفلي إلي آن آفلي إلي آن لأنها نفسها هي إلي آن زائد واحد علينا أن نبرهن أن آفلي إلي آن محصورة ما بين الألفة وماذا والصفر ماذا نقول نقول لدينا من لدينا الفراضية تابعوا جيدا ما هي الفراضية ها هي الفراضية أبنائي لدينا من الفراضية أن you إلي آن محصورة ما بين الألفة والصفر weltالفج الآن تعالوا نذهب إلى جدول تغيرات الدالة ها هو جدول تغيرات الدالة ركزوا أرجوكم أبنائي ها هو جدول تغييرات الدالة ما بين الصفر وماذا والألفة لاحظوا جيدا ما بين الصفر والألفة أين هو الصفر وأين هو الألفة تابعوا أرجوكم أبنائي ها هي الألفة والألفة قلنا أنها محصورة ما بين صفر ثمانية عفوا صفر تسعة وصفر ثمانية أكيد الصفر يكون في هذا المنطقة أن هذا ألفة يقول أحدكم يا أستاذ هنا لا لا نحن نتحدث عن محور الفواصل لاحظوا إلى الدالة من هذا المكان إلى هذا المكان من الصفر إلى الألفة نقول وبما أن لاحظوا الدالة آف متزايدة تماما على المجال الذي نحن نبرهم فيه فقط ما هو المجال الذي نبرهم فيه لهو من هنا إلى هنا فقط من الصفر إلى الألفة متزايدة تماما على المجال ما هو المجال الأبنائي المجال اللي هو من الصفر إلى الألفة هكذا ركزوا من الصفر إلى الألفا لا نتحدث من النقص مع أن نحتاج المجال الذي يتغير فيه المتتالية فقط بما أن الدالة أف متزايدة تماما على لاحظوا من الصفر إلى الألفا وعندنا ماذا؟ وعندنا إي لآن قلنا محصورا ما بين الألفا والصفر فيمكن أن ندخل قاعدة ندخل من هنا الأف ومن هنا الأف ومن هنا الأف لأن الدالة مستمرة ومتزايدة على تلك المجال تصبح لنا ماذا؟ أف لاحظوا أف لإي لآن وأف لألفا لاحظوا كم قيمتها ها هي أف لألفا كم أبنائي؟ لما نعوذ بالألفا وجدنا كم؟ ألفا وأف لسفر كم وجدناها أبنائي؟ وجدناها هي إثنان على ثلاثة اذهبوا إلى الدالة أف وقوموا بالتعوذ بالسفر فقط ها هي أمامكم عوذوا هنا بسفر وهنا بالسفر تصبح إثنان على ثلاثة إثنان على ثلاثة بطبعها أكبر تمام ماذا؟ أكبر تماما من لاحظوا أكبر هنا أو تساوي السفر ما معناه؟ معناه تصبح أف لإي لآن أكبر أصغر من الألفا وأكبر أو يساوي السفر أي هذه قيمة قيمة ماذا؟ إي أف لإي لآن لهي إي لآن زائد واحد أقل من الألفا وأكبر أو يساوي السفر وها قد ظهر البرهام بالتراجع ومنه بي لآن زائد واحد كيف هي أبنائي؟ محققة محققة أي في الأخير أنه إي لألتي أعطيت لنا محصورة ما بين الألفا والصفر يعني البرهام النهائي الذي طلب منه هذا هو البرهام أبنائي بالتراجع معناه البرهام بالتراجع أمره جدا بسيطة أولا مرحلة التحقق من أجل الآن يساوي السفر أو واحد تجدونها أنه محققة ثم الشيء الذي أعطي لنا أن نبرهنه هذا هذا ما علينا إلا أن نفرضه ونبرهن إي لأنزائد واحد فقط الآن قال باستعمال المنصف الأول وهو دالتا وهو إقلاق يساوي تذكروا إقلاق يساوي إكس وسي آف مثل على محور الفواصل الحدود إي لسفر إي لواحد وإي لاثنان ثم خمن اتجاه التغير لاحظوا جيدا أبنائي نقطة بنقطة تابعوا إي لسفر كم أعطي لنا ها هو أمامكم هو السفر كيف تتم العملية العملية تقول أنها تتم بهذا المنطق تابعوا أن إي لسفر أولا ها هي قيمته هنا السفر نأتي الآن ونبدأ من هنا نبحث عن المنهانة هكذا المنطقة التي ركزوا سوف أقوم بالتخبير هكذا أبنائي حتى تكون جد واضحة يعني من هنا تذهبون هكذا عموديا تبحثون عن المنهانة ثم هكذا تبحثون على ماذا؟ على المنصف ثم تنزيل هذا النزول هنا نقول ماذا؟ إي لواحد إذن هنا إي لصفر إي لواحد ثم بنفس الخطة أبنائي نأتي من هنا ونصعد تابعوا ونصعد نبحث عن المنهانة النقطة التي تقاطع فيها نعود إلى هنا ثم ننزل كذلك هكذا هذا الحد يصبح هو إي لإثنان الآن لا يمكن أن نكمل أبنائي حتى ولو كبرنا كبرنا لا يمكن الإكمال معناه حدها يعني ينتهي في هذا المكان فقط يعني تصبح الحدود هي إي لصفر هنا وإي لواحد هنا وإي لإثنان هنا لو نكمل يعني العمل كل النقاط سوف تتقارب إلى هذه المنطقة المنطقة هذه أكيد هي الألفا معناه لو نلاحظ مع البرهان تراجل التي تحدثنا أنها انطلقت من صفر نعم هي محصورة ما بين الصفر وهذه القمال هي كم؟ ألفا لهذا برهاننا أن إي لآن جامع قيمها محصورة ما بين الصفر قال الصفر أكبر أو يسأل لأنها إي لصفر أعطيت لنا كم صفر هذه لتتأكد من ذلك الآن السؤال الذي طرحه قال مثل ثم خم من التخمين لاحظوا التخمين حول تغير إي لآن كمتتالية لاحظوا جيدا ودقيقوا معي أبنائي التخمين في التغير ما معنى التغير معنى هل هي متزايدة أم متنقسة تجاه التغير لاحظوا إلى الحد الأول حد الأول أعطي لنا الصفر الثاني هكذا إي لواحد الثالث إي لإثنان يعني نحن متجهين بماذا نحن متجهين بهذا الاتجاه هذا الاتجاه هو اتجاه التزايد أم تنقس لو كنا بهذا الاتجاه هكذا الحدود معناه جاءت هنا إي ل مثلا جاءتنا هنا إي ل إي لصفر وهنا إي لواحد وهنا إي لاثنان نقول متنقسة أما الحدود لما جاءوا باتجاه يعني جاءت باتجاه الموجب هكذا فنقول أبنائي أن المتتالية بهذه البساطة نقول تخمين المتتالية إلى أن متزايدة حتى يمكن أن ماذا أن نتنبأ أبناء بماذا بتقاربها يعني تتقارب كليا إلى هذه القيمة كم هذه القيمة أبناء هي الألف وتتقارب وتتقارب نحو نقطة أو فاصلة بكل بساطة فاصلة تقاطع CF مع المنصف دائما هذا الأمر مع المنصف الأول لهي كم أي تتقارب إلى الألفا ها هو الألفا لأن هذه القيمة درسناها أنها يتتقاطع Y يساوي X مع المنحنة عند الألفا يعني كل هذه الحدود سوف تتقارب إلى هذه القيمة الآن بعدما تحدثنا عن تلك سوف نتحدث عن الشيء الأخير قال برهن أن المتتالية متقاربة ثم أحسب نهايتها أولا لدينا ماذا التقارب للتقارب أولا التغير إذن اتجاه أو نعم اتجاه تغير إلى هنا ما معنى معنى لاتجاه التغير نحسب هذا الشيء دائما في أي متتالية لما تريدنا أن تتبحث أولا التغير التغير لهو إيلي آن زائد واحد ناقص إيلي آن دائما هذا الشيء يسوي ماذا يسوي لنا آف لإيلي آن ناقص إيلي آن لأن هذا قلنا أنه هو نفسه ماذا آف لإيلي آن ها هو أمامكم دائما في التغير وهذا الأمر ينبئنا بشيء لهو ماذا تابعوا جيدا هذا الأمر ما هو درسنا نحن هذه القيمة اللي هي آف لإكس ناقص إكس درسنا وضعية هذا الشيء لهو وضعية المنصف مع الملحاني لهي ماذا تصبح ركزوا هنا يعني يوجد لنا شيء بسيط جدا لاحظوا أبنائي إذن تساوي لنا ماذا هذا الأمر تغير معنا نبحث عن تغير هذا الأمر تصبح لنا لهي إثنان إيلي آن زائد إثنان على أسية إيلي آن زائد إثنان ناقص إيلي آن وحدنا المقام ودرسنا هذه الوضعية أبنائي تذكروا ذلك ها هي الوضعية ربما تقول أن نسيناها نحن لن ننسى ذلك نتابع جيدة ها هي الوضعية أبنائي سوف نأخذها مانا لأن نحتاجها في ذلك الأمر نتابع ها هي أبنائي إذن ها هي اللي هي وضعية ماذا نتابع اللي هي قلنا أنه F لإيلي آن ناقص إيلي آن وجدناها أنها ماذا أعطت لنا أعطت لنا لو تتذكرون جيدا أبنائي في مكان الإكس وضعنا أننا وجدناها تساوي جيلي إكس على أسية إكس زايد إثنان معناه إلا أنه هنا لا نقول جيلي إكس نقول إيلي آن وهنا إيلي آن هذه القيمة قلنا أنها قيمة مجابة وتساوي إذن تصبح لنا جيلي إيلي آن نركز على أسية إيلي آن زايد إثنان لكن أسية أسية جيلي إيلي آن ها هي الوضعية معناه عند ماذا تنعادل أركز تابعوا أرجوكم حتى التعلم نحن المتتالية عندنا الوضعية نحتاج هل هي هذه فقط لاحظوا أبناي لأن يعني جد هام هذا الأمر نتابع ها هي الوضعية تابعوا أرجوكم كي يعني أبسط لكم الأمر قلنا في اتجاه التغير علينا أن نحسب آف إيلي آن ناقص إيلي آن ندرس إشارته في المجال ما هو المجال الذي هو من الصفر إلى الألف فقط معناه الذي تتغير فيه الإيلي آن ها هو الآن من الصفر إلى الإيلي آن وجدنا قلنا أنه جيلي إيلي آن على أسية على أسية إيلي آن زايد إثنان هذا موجب وهذا إشارته ها هو أبنائي ضعوا إلا هنا الإيلي آن فقط الآن من من الصفر ها هو الصفر إلى الألف من الصفر ركزوا أرجوكم من الجد والفقد لأن ليس بالمطلوب أن تقومون بحساب كل شيء عليكم تقولوا قد استنتجنا إذن من السوء نقول كيف نقول نقول من الجواب السابق نجد أن يعني لا يمكن أن تعيد كل شيء ها هي الصفر من هنا إلى هنا ما هي الإشارة لاحظ الإشارة كيف هي زائد نجد أن إلي آن متزايدا تماما على المجال من هنا إلى هنا من الصفر إلى الألف فقط لا غير وعندنا ماذا هنا نريد أن ندرس تقارب تكون المتتالية متقاربة إذا كانت متزايدة ومحدودة من الأعلى أو متناقصة ومحدودة من الأسفل وبما أن ها هو الشيء الذي برهناه وبما أن أن إلي آن محصورة ما بين ماذا ما بين الألف والصفر أي أنها محدودة من لا يهمنا الأسفل إنما يهمنا الأعلى محدودة من الأعلى بالعدد ما هو أبنائي بالعدد آلف أما هذه الجهة أبنائي هكذا نتركها ندخل لنا فيها فهي كيف هي فهي متقاربة كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة ومتناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة أما غير ذلك فليمكن أن نقول الشيء الآن بعد ما أكملنا مع تلك قال أحسب نهايتها النهاية المتتالية بكل بساطة ما هي أبنائي نقول حساب تابعوا لاحظوا أبنائي حساب نهاية إليان نقول هكذا بما أن إليان متتالية كيف هي متقاربة متقاربة فإن فإن بكل بساطة لميت إليان زائد واحد تساوي للميت إليان وتساوي لنهاية مشهورة اللي هي أل ما معنى أبنائي معنى نأتي إلى عبارة إليان زائد واحد وهي إثنان أل زائد إثنان على أسية أل ركز زائد إثنان نجعلها تساوي أل كل عبارة من الإكس في الدالة نعوضه بأل ثم بهذه البساطة أبنائي ما علينا الآن إلا مثلا نأتي بهذه القيمة إلى هنا ماذا ينتج 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 إثنان آل أركز أرجوكم إثنان آل زائد إثنان على أسية آل أفوان أسية نعم آل زائد إثنان ناقص آل تساوي الصفر نبحث عليها إناث عاد هذه القيمة بالرغم وجدناها إناث عاد نواحد المقام تصبح لنا إثنان آل زائد ماذا زائد إثنان ناقص آل أسية آل ناقص إثنان آل على ماذا على أسية آل زائد إثنان عندنا شيء متابع جيدا أنه هذا يذهب مع هذا يساوي الصفر تصبح ماذا أبنائي ركز أرجوكم تصبح إثنان ناقص آل أسية آل على أسية آل زائد إثنان يساوي الصفر هذه القيمة مهما كانت هي قيمة مجابة أي إثنان ناقص آل أسية آل تساوي الصفر لو تدقق أبنائي وتعوض في مكان آل إكس لاحظ ماذا يحدث إثنان ناقص إكس في أسية إكس يساوي الصفر أليس هي الدلج إكس أين تنعدم الدلج إكس أبنائي بنظرية القيمة متوسطة تنعدم أبنائي عند شيء يسمى آل فا وبما أن أو نقول ومن ومن الجواب للجزء الأول للتمرين فإن لاحظ فإن جيلي آلف يساوي الصفر أي لاحظ أبنائي بكل بساطة لأنها هي نفسها فإن إثنان ناقص آل في أسية آل تساوي الصفر تنعدم عند آل يساوي كم أبنائي حسب النظرات نعدم عند آلف إذن نهاية هذه الدل أبنائي هذه المتتالية هي آلف وقد تحدثت عن ذلك هنا قلت في التخمين أنها سوف تتقارب كليا عند القيم آلف وها هي أمامكم حسب نظرية قيم المتوسطة وفي الأخير أتمنى قد استفدتم من هذا الشيء كما إن وجد أخطاء في الحساب فأذيرونك أجزاكم الآخر وزوروا موقعا لصفحة الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو لصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدان باستمرار كما لا تنسونا بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر